مرحبا شباب تحياتنا لكم المتابعين من خلال قناتنا على اليوتيوب قناة على الإصلاد المكتوب اللغة الإنجليزية وعلى الفيسبوك من خلال البيج بلاب العلاو على سعدة أصدقائي وأعزائي هذا الفيديو توضيحي يخص بعض المصطلحات اللي يستخدمها الجناية أو مربين البلابل المحترفين أو المخضرمين في هذا المجال هاي المصطلحات دائما يتداولها المحترفين والجناية يجي الهاوي أو الجديد بمجال تربية البلابل يقرأ هاي المصطلحات ما رح توصل للفكرة ولا رح يوصل للمستوى المطلوب اللي أحنا ريد نوصله إليه أحنا هدفنا مثل ما قلنا نحب نصعد الهواية عند المبتأديين والهواية الجدد نوصلهم المستوى محترف بتربية البلابل حتى نحصل على طيور ذات درجة ممتازة ما نحب البلابل يظل يصوفر ما نحب البلابل يومية يتمرض ما نحب أنه تربيتك للطير أو تقديمك للغداء تكون غلط لازم نوصل معلومات صحيحة من خلالها نوصل المربين الجدد للمستوى الاحترافي المتطور حتى قلنا نحصل على طيور حلوة دائما نوصل بالمعلومة الصحيحة لكم حتى من تسمع الجناية يحشون أو المحترفين بهذا المجال توصل لك المعلومة الصحيح ويتكون سهلة إليك لأن أنت عرفت المصطلحات اللي قاعد دنتداولها طبعا المصطلحات اللي راح نخليها يسبب هذا الفيديو تختلف مكان إلى مكان تختلف من محافظة إلى محافظة أكيد كل محافظة إليها تسمياتها لكن أحنا نحاول نوصل هالموجود متابعين المحافظات يعني إذا وصلتهم في المصطلح يعرف أنه شنو المراد في مالته بمحافظته ياريت إصححها بالتعليقات حتى توصل المعلومة للكل راح نبدي بالمصطلحات اللي تجي على بالنا طبعا يعني اللي ننساها إن شاء الله بالتعليقات تذكروها حتى نوضحها لكم هالموجود هسا اللي راح نذكرها لكم أول شي مثلا خلينا نقول كلمة مخلف هواي نتداولها اللي أنه هسا موسم إنتاج كلمة مخلف يعني نقولها على الطير اللي يكون عمره بين الأفراخ وبين البلبل البالغ يعني أحنا كتوضيح يعني شون مرحلة المراهقة هنا مخلف يعني الطير قاعد دي بدر ريشة قاعد دتنمو سلوكياته ديتطور التغريد مالته ديتحول يعني من فرخ صغير إلى بلبل البالغ فهاي المرحلة بين وبين نطلق عليها كلمة مخلف وتمتد من الشهر لأن بعد الشهر يسمى مخلف إلى خلينا نقول ثمانة شهر كحد أقصى يعني من الشهر إلى ثمانة شهر كل هاي الفترة ينطلق عليها يطلق على الطير مخلف أي بما معنى أنه من الشهر إلى ثمانة شهر لأنه هنا موسم راح يبدأ عندنا جديد بعد ما يبدأ الموسم بعد البلبل أصبح بالغ فهاي الفترة كلها احنا نسميها مخلف يصبغ دائما يقولون شنو يصبغ تقصد يصبغ يعني معناتها المخلف لما يبدأ يصبغ لونه يبدأ الريشة احنا تعرفون أنه الأفراخ والمخاليف يكون لونها أملح ومثل ما هسه واضح طبعا هاي احنا طيورنا باقي بالثيل بس شم ريشة باقيات ملح ماذا يبين عندنا فكلون كامل صابغات الطيور يعني صاير لونهم طبيعي وصابغات الطير قلنا الأفراخ والمخاليف يكون لون هن أملح فنقصد عليه هن باديات يصبغا أو توا بادي يصبغ أو صبغ كمل فهاي التسمية اللي نقصد عندنا اللوخ يدرج يدرج أو يطرز يدرج هنا نقصد على الذيل مرات أكو مخاليف من الصفوي أو أكو طيور حايلة من تدخل تلك أو تلك هسام راح نجي عليها تصفي من تصفي ذيلها ذيلة يوقع ريشتين من الطارف منه ومنه والنوب براها ريشتين والنوب براها يطلع الذيل بشكل حلو مدرج فالشي كلش حلو راقي فأحنا نسمي طير مدرج على ذيلة لأنه ذيلة صفاء بالتسلسل من الطارف يبدأ ريشتين بعد ريشتين بعد ريشتين آخر شي الحد ما يوقع الريشة الأخيرة ومرات بالعكس في تسميه أحنا طير مدرج يدرج ذيلة ويطرز الطير يعني من صفة وطلع الذيلة الأسود اللي مطرز بأبيض النهاية هذا الطير مطرز ذيلة أحنا نسميه يعني طرز ذيلة كامل إنه الطير خلص وصفة ريشة كامل عندنا كلمة خام خام نطلقها على الطير البري أو الوحشي الصيد الجديد خام يعني طير ما مسموع كل شي ما مبين من عنده ما معروف شنو حنجرته ما معروف شنو لساناته نسميه خام عندنا يبسط يبسط المخاليف الذبهة والكبار الذبهة ويبسط يعني معناتها يغرد بصوت ناصي كلش هاي الصوت الناصي عبارة عن لسن هسا هم راح نجعلها كلمة لسن أو لغات بصوت ناصي يذبها الطير لأنه بعد ما متقنها فيظل يرددها بصوت ناصي ويروحها يظل يظل الحب ما يضبطها يذبها بصوت عالي هاي نسميها الكلمة يسميها بسط فوق البسط مرات إنه شي سوي يذب اللسان بشكل بتر يعني يذبها عن نص أو بشكل ناصي ويظل يردد به نسميه فوق البسط يقرب فاتح هنا خام نقول فاتح فاتح أو وحشي فاتح أو بري فاتح فاتح معناتها قاري بالقفص يعني اليوم أكو بلاب الوحشية نخليها بالقفص تقفو المتقرة نهائيا وأكو بيها تفتح بالقفص من يفتح بالقفص انتهى موضوع يعني الطير يتقبل القفص ويفتح بيه أكو طيور اتعاند تاخذ شهر يلا تفتح اكو شهرين تفتح اكو ستة شهر تفتح اكو سنة يلا تفتح اكو أكثر فهنانه بعد ما يفتح الطير يعني احنا نأمن من ناحيته طير نسميه مكشوف طير ما يخوف ومضمون إن شاء الله يعني بهاي الطريقة نوضحها لكم يعني فاتح يعني طير مضمون ومتقبل القفص وممكن بمستقبل واحد يصبر عليه لسان او اللغة اللسان يعني الطريقة اللي يقرأ بيها الطير لان الطير يقرأ بعدة اشياء صياح مرات بسد اه صياحة سلام رح نجع عليها يعني هواي شغلات فاللسان معناتها اللغة الطير اللي تخص منطقته لسان او اللغة هي هاي اللي تعتبر شون اقولكم يعني مثلا عنوان الطير او عنوان البلبل الطور اللسان او اللغة هي هاي بشكل ادق البرواز برواز دائما هاي لاصدقاء احنا نشرها لكم نكتب برواز اليف او برواز طور او هيجي عبارة عن حركة اه الطير يشمر بجناحاته او يرفرف بصورة سريعة بجناحاته يرفرف مو يطق جناح يرفرف سريع وياها لسانات ربع لسان او نص لسان يقرأ بصورة صحيحة هاي الحركة احنا نسميها البرواز طق الجناح اكيد تعرفوها كلكم وتختلف من محافظة لمحافظة يكون مرات يسموها تشريعات يكون مرات يسموها اه يعني والله ما مدى تتجي على باي لانه هاي كل محافظات تسميها شكل فهي طق الجناح انتو كلكم تعرفوها طير حايل الحايل احنا اكو قسم بعد السنة يسموه حايل واكو قسم بعد التلك الاول احنا التلك الاول حددنا اكو بيهن بعد ثمانة شهر واكو بيهن بعد سنة وشهرين اكو بيهن بعد سنة وستة شهر عفو يتلك التلك الاول يسمى الطير بيها حايل اي بمعنى انه صار جاهز للتزاوج اه قفل بعد ما ياخذ لغات اه يعني طير احنا نسميه حايل وهي جتي من كلمة الحول طبعا الحول يعني السنة باللغة العربية فالأغلب احنا نسميه بعد عبور السنة الأولى يسمى حايل وبعد الثمانة شهر يعني بعد التلك الأول يسمى طير حايل يعني عبر مرحلة المخلف صار أكبر من مخلف صار طير حايل بالغ كامل حايل الصياح مثل ما وضحناها لكم أنه الطير اللي بداية صيدة أكو بيهن أكو بيهن بداية ما ينصادن يذبن صياح ما يذبن لسانات وأكو بيهن طوار جالسة وفاتح رون يظل يصيح أسباب يعني يتبدل مكانة أو سبب الحار أو سبب التزاوج أو سبب أنه أكو بلبل ثاني يأثر عليه فيقوم الطير يصيح والصياح هنا أكو صياح مقبول وأكو صياح غير مقبول الصياح المقبول أن يكون بتفاصيل أو بتكسيرات من يذبها الطير يعني يكون في الشي حلو مقبول وكالصياح غير مقبول عبارة عن جرة وحدة أو ما بتفاصيل فيكون غير مقبول وغير حلو وهي أكيد فترة مؤقتة يعني الطير يذب الصياح مرات حتى من يتلكهم يدوم يصيح فترة مؤقتة يصيح وبعدها يستقر يرجع المتلك هنا هو يسئلون عليها المتلك معناتها دخول مرحلة غيار الريش الطير يقوم يبدل ريشها وهاي المرحلة تجي بالسنة مرتين ومرات مرة ومرات ما تجي يعني مرات الطير يسويها بالخريف استعدادا للشتاء مثل ما هسا عندنا احنا الطيور جاي تتلك ومرات يسويها قبل الربيع بالشتاء بنهاية الشتاء استعدادا للتزاوج التلك عبارة عن معناتها الطيور دخل تغيار الريش الموسمي نجي على كلمات اللي تخص انه نكتب مثلا خام فلان منطقة او خام فلان هيش منطقة او طور مال فلان منطقة هنا المناطق والمناطق اغلب المناطق من بين تنسيبها لمناطقها وتكون واضحة مثلا للفاويات يرجعن للفاو مال البصرة ابو الخصيب للبصرة مال اديالة اللي بيها مال بعقوبة مال الجديدة مال اللي يعني مال ابو الصيدة يعني هواي اكو مناطق فتبين اغلبيتها عدنا البدراوي ناحية بدراوي جصان مال الكوت بس الاكثر تسمية اللي هواي يسئلون عليه عندنا تسمية بولبل علوازي مرات نقول خام علوازي او طور علوازي هوايه والاصدقاء يسئل على كلمة العلوازي اصدقاء العلوازي يعني معناتها الطير صيد بغداد علوازي او العلواضي قسمي يسموه بس هي الاصحة العلوازية لانترجع التسمية لشخص كان يدعى الواز او بالعهد العباسي الشخص كان كردي فيلي يمتلك عدد من البساتين بغداد بين الكرخ والرصافة او هاي يعني من ضمنها مناطق الاعطيفية والاعظمية الصرافية واغجزاء من الكرخ يعني عدة مناطق كانت بها بساتين الوزيرية من ضمنها بها هاي البساتين كانت ترجع لهذا الشخص الواز الكردي الفيلي منها جدت تسمية البلاب والعلوازي لانتشانت تنصاد بهاي البساتين ان شاء الله استفاديتم بالفيديو وتحياتنا لكم ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة